بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم في حل أسئلة لتشابتر سيفن وإيت طبعا في زمية واحد في عنا أول سؤال رح نبدأ فيه هو عبارة عن إكزامبل بحكي لنا أن إليفيتر كار يعني إليفيتر اللي هو المصعد يعني هاز أماس أوف ون هند ون تاوزن سيكس هندر كيلو جرام إز كاريينك أباسنجر هافينك أكمبايند ماس أوف تو هندر كيلو جرام يعني إن التوتال ماس للبقاء بسينجر كلهم كم؟ 200 كيلو جرام A constant frictional force of 4,000 newton reacts its motion يعني الآن في عنا احتكاك لو أنه ما ذكر فيه احتكاك إحنا ما بندخل لكنه ذكر أنه في عنا احتكاك بحكي لنا how much power must a motor deliver to lift the elevator car اللي هو الـ elevator car المخصوط فيها اللي هي الغرفة هذي يعني تمام طيب and its passenger at constant speed of 3 meter per second أو 3 meter per second الآن بما إنه إحنا بنتعامل مع خلينا نحكي حركة ماشي وفي قوة طلب مننا الآن إيش البور طلب مننا البور إحنا الآن لو طلعنا على البور إيش القوانين اللي عنا في البور إحنا بنعرف منه البور بتساوي اللي هو الـ work على التايم لكن إحنا بنعرف ما في عنا تايم في هاي المعادلة أو في هذا القوانين اللي عندي أو هاي المعطيات اللي عندي ما في عنا تايم فبدأ أدور أطريقة ثانية إحنا بنعرف برضو إنه البور بتساوي F في إيش في V طيب هل معي فورس معي فورسز هل معي V برضو معي V إذن هاي أنسب علاقة ممكن نستخدمها في هذا الموضوع طيب بنبدأ في البداية بما إنه البور بساوي F في V المفروض إن شو أساوي المفروض إني أحاول أتعامل مع القوة أوجد القوة لحال الفورسز كلها وأشوف ال V وين اتجاهها وأشتغل بناءا على هذا الموضوع عشان أحسب البور هيك المفروض فالآن خلونا نشوف في البداية الفورسز اللي عندي الآن هاي الجسم عندي بنعبر عنه دايما بنقطع ولو اطلعنا على الفورسز اللي عندي شو موجود رح نلاقي في عنا M جي للأسفل طبعا التوتل M مش الماس وحدة التوتل M في عنا التنشن لفوق هاي T وفي عنا الفريكشن الفورس إذا كان الجسم إذا كان الجسم بتحرك للأعلى أكيد الفريكشن الفورس لما رح تكون لتحت هاي إيش اللي هو الفريكشن الفورس تمام طيب إذن في هذه الحالة إحنا بنشتغل بهاي الطريقة بناءنا على هذا الموضوع بنصير نحكي الآن طبعا إحنا بنعرف إن الجسم لوان بتساره على فوق سيجما F بتساوي M أو التوتل M لننتعامل مع التوتل M في إيش في إيه هيك المفروض طبعا شو حكا لنا هو طيب هو الآن بتحرك بكونستانت سبيد بتحرك بإيه شو بكونستانت سبيد إذن كم مقدار الأكسلريشن عنا الإيه بتساوي صفر الآن إذن ننشيل الأكسلريشن لأنه حكا لنا الآن نقطة جديدة إنه الأكسلريشن إيش ماله أو الاسبيد ما إيش ماله كونستانت الاسبيد كونستانت طيب بناءا عليها إذن هذه تساوي 0 إذن صفت عندي هات 0 منها كم قيمة الأف الأف عندنا T minus FK هاي لأنها FK Frictional Force minus MG لأنه إحنا حكينا Total M المفروض نوخذها كل هذا إيش لازم يساوي 0 أنا اللي بدي إياه التنشن الآن التنشن هو اللي بيأثر فيه المتور لأنه هاي الفورس اللي احنا بنحكي عنها المقصود أي فورس فيهم اللي هي اللي بيأثر فيها المتور المتور شو بيأثر بايش بالتنشن فالآن أنا بدي التنشن فالتنشن شو بيساوي FK plus M في G طبعا هو أعطاني الماسز تبعت كل واحد فيهم هاي الماس هاي التوتال الماس وهاي التوتال الماس لمن لا الإليفيتر فبصف التوتال كامل كم قيمته 2000 هيك المفروض تمام زائد أعطاني كمان هو إيش الفورس بات الفريكشن الفورس فإذن كل شي عندي كأرقام كل شي عندي إذن هي طلعنا إيش التنشن وين اتجاهه تمام السرعة وين اتجاهها الآن برضو الجسم لون بتحرك وين سرعته للأعلى هاي الفي فإذن الآن فإذا الآن الفي بنفس الاتجاه بتساوي ثلاث ميتر بير ساكند لاحظوا إنه هاذ كلها باتجاه الجي وهاي أيضاً باتجاه إيش الجي إذا أخذناهم as a vector طيب الآن منها البور بساوي اللي هو قيمة الاف كي بلس as shown in figure figure معناها الشكل طيب the block of mass m الآن بحكي عن mass m lies in a horizontal surface and it's connect to a spring of force constant k إذن مربوطه بزومبرك وبتأثر يعني خلينا نحكي الconcent باع هذا الزومبرك مقداره k the system is released from rest إذن في البداية start from ash rest إذن في initial كانت zero طيب وين وصلنا the system is released from rest when the spring is on stretch لسه كان الزومبرك إيش ما له on stretch يعني لسه كان غير ممطوط كلمة stretch معناها تم إيش يعني صار فيه تمدد هيك معناها فإذن إحنا بنحكي on stretch إيش معناها إنه صار في عنا إيش الآن يعني إنه كان غير متمدد if the hanging block hanging معناها المعلق هاي معناها تمام hanging block of mass m2 falls distance h إذن نزلت هاي مسافة h before it comes to rest calculate the coefficient of kinetic الآن بدنا the coefficient of kinetic friction اللي هي لم k between block and between the block of mass m1 and the surface طبعا أكيد دايما الفريكشن ماشي بيكون مع سطح اللي بتحرك لأن بالنسبة إلنا اللي في تلامس مع السطح هيك بالعادة إلا إذا كان فيه frictional air مثلا هذا الحكي إشي ثاني إحنا ما بنوخذه فدائما الفريكشن الفورس بالنسبة إلنا بتكون مع سطح الأفقي أو سطح المائل الملامس لإيش لسطح يعني ممكن يكون لو كان هذا ملامس للسطح بصير ما في مشكلة لكن هذا لاحظوا أنه مش ملامس فبناء عليها إحنا ما بنعتبر أنه عليه friction لكن إحنا بهمنا يكون الجسم الملامس للسطح لاحظوا أنه هذا ملامس ذمين للسطح إذن هاي هي الفكرة في الموضوع طيب إذن كيف بدنا ندرس هذا النظام بنصير نحكي إحنا في عنا two cases بما أنه start from rest معناه أنه في عنا شغلتين الآن النقطة الأولى بنصير نحكي أنه V initial كانت بتساوي zero هاي المنطقة اللي خلينا نحكي الظاهرة في البداية هاي عبارة عن النقطة اللي كان فيها لسه الجسم في حالة إيش في حالة خلينا نحكي سكون تمام الآن تحرك الجسم وصل للمنطقة الثانية وبرضه وقف وصار في حالة سكون إذن على الجهتين كان في حالة سكون إذن بنقدر نحكي إحنا بنحلف العلاقة اللي عنا delta k plus delta u gravity plus delta u spring equal minus fk في d plus الwork applied الآن أنا بدأ أدرس واحد من هاي الأجسام بدأ أدرس واحد من هذا الأجسام مدام في عنا حركة ماشي واستقرار في النهاية بكفيني أدرس واحد من هذه الأجسام تمام على الجسمين المفروض هس الآن في نقطة الصورة راحت كأنه طيب الآن إحنا لما نجي نتطلع فعليا المفروض إنه الجسمين اللي عندي بما أنهم سستم واحد هذا الحكي أنا ما حكيت الكوية لكن عشان ينطبق بشكل عام هاي وهي M 2 هاي الانيشل ستيت خلينا نحكي المفروض بما أنه أنا في عندي 2 سستمز المفروض أشتغل دلتا كي للأول ودلتا كي للثاني يعني لاحظوا كيف أشتغل هاي دلتا كي للأول زائد دلتا كي للثاني وأنسى الورك أبلاي لكن نحن في سؤالنا بإمكاننا نحله يعني بصير عندنا دلتا كي للأول زائد دلتا كي للثاني زائد الحكي هذا وبننتبه هنا في عنا وورك أبلاي لأنه في عنا بداية سكو حركة ونهاية حركة فأنا بدي أحل ه بطريقة مختلفة عن اللي حل تلك ماشي اللي هو من خلال دلتا كي وان ودلتا كي نبدأ في الاسم عند موصل الفاينل كم بيكون ماشى مسافة بما إنه الخيط نفسه إذا هذا ماشى مسافة اتش هذا يمشى مسافة ايش برضو اتش فالآن لاحظوا الآن كي ون انيشيال كي تو هل نحكي يو ون انيشيال طبعا بالنسبة للي جرافتي يو ون انيشيال بالنسبة لمن دا سبرينج بالنسبة للفاينل برضو نفس الطريقة فأنا ما في داعي أشتغل بهاي الطريقة بما أنه في عندي حركتين بدأ من سكون ورح من سكون أو رح لسكون هاي دلتا كي بتساوي زيرو لأنه بعدين ايش صار وقف خلص هذول اثنين صفروا بيظل هذا الجسم اللي عندي اللي بدأ أدرسه ماشي نشوف شو الأشياء اللي عندي فما في داعي أدرس كل الأشياء هاي مدام أنا بدأ من سكون وانتهى لسكون عند الانيشيال شو في عندي عند الانيشيال الجسم الأول هذ هل في عنده أي تغير في الارتفاع ما في عنده إذن كان بتساوي زيرو هل في سبرينج نعم كان اليو اس له في البداية كان بتساوي كأنيشيال بتساوي زيرو طيب وكفاينل اليو اس بتساوي 1.5 كأكس سكويرد صح فالآن نيجي نحكي لهو يو اس فاينل ناقص يو اس انيشيال بتساوي ناقص اف ك في دي زاد هل في أي أبلايد فورس على هذا الجسم بما أنه ما في تسارع بما أنه ما في تسارع في سكون في الحركة بنقدر نأخذ الابلايد فورس اللي هي عبارة عن التنشن اللي جاي على هذا الجسم تايمز المسافة اللي مشتها كم اتش بس بالطريقة هاد إذن الآن يو اس انيشيال كانت زيرو بظل عندنا ون هاف كي اكس سكويرد أو كي اتش سكويرد ايكوال ماينس اف ك في دي اللي هي لميو ك في ان ميو ك في ان لمين دا الجسم الاول انا بنروس الجسم الاول الان تبعته هاي لو جينا اطلعنا عليها الان تبعته هي عبارة عن ام ون في جي اذن ميو ك في ان بلس التنشن من وين جاي من الام تو اذن هي عبارة عن ام تو في جي وتنشن في سكون اذن هي عبارة عن ام تو في جي في ايش تايمز اللي هو هاي بدل التنشن تايمز الاتش ظل الان عندنا هاي طبعا تايمز ايش الاتش تبعته لانه الان اف كي في دي تايمز اتش هي فعليا مش دي اتش لانه الجسم مشه مسافة اتش الان حكينا شو هي الان ام ون في جي ام ون في جي الان اتش مع اتش مع التربيع بتروح بضل عنا وان هاف كي ايكول ماينس او خلينا نعيد ترتيبها مرة ثانية مباشرة احنا الهدف عنا ايش نوجد لميو كي فالان لميو كي هذا على الجهة الثانية صح فبتصير الان سالبة ماشي فبنرجع نضرب الجميع في سالب يعني زي كي انه عشان تفهموا شو سويت بدي اخلي هذا عندي بوزيتف صح ليش بوزيتف لانه اثنين بنفس الاتجاه هاي التنشن والحرك ماشي فالان بنيجي نحكي بدي اخلي اودي هذا على الجهة الثانية واجيب هذا على الجهة هذا وخلص اريح لكم فالان بتصير عندي ميو كي ام ون في جي والح راحت ايكول ام تو في جي ماينس ون هاف كي اتش الان منها بدي اوجد انا الميو كي الميو كي بتساوي ام تو في جي ماينس ون هاف كي اتش على ايش على ام ون في جي اذا هاي قيمة ايش الميو كي اللي احنا بدنا نوجدها نشوف السؤال اللي بعده السؤال هات طبعا سؤال مباشر ما بدو اشي هذا سؤال كل هاي الاسئلة الان خلصنا من الاكزامبل كلها من شابتر 7 هاي الاسئلة كلها من شابتر 7 هذا سؤال مباشر ما بدو اشي اثرنا بفورس على جسم تحرك مسافة اف كيف بدنا نحسب الان الورك ماشي فالان السؤال بدنا الورك في هذا الحال طبعا وطلب مجموعة شغلات انا ما راحل السؤال لانه حلنا زي وكثير بس احنا نحكي افكار الان احنا مباشرة نيجي نتطلع الورك لو اطلعتوا عليه احنا ما بهمنا الفورس من هذا الاتجاه يعني لما نيجي نحط الفورس من هذا الاتجاه مش هذا المهم احنا بهمنا ننقل الفورس ونحطها تكون بهذا الاتجاه زي كنا هيك صارت فلما يجي سؤال مثلا يكون الفورس جاي بشكل خلينا نحكي بوش في هذا الحالة بنحول السؤال بهذا الشكل فلاحظوا هذه الزاوية هي ايش ثيتا هيها نفس الزاوية مع الافق طالعوا كيف يعني جاي هذا الاتجاه هاي الزاوية ثيتا بتكون الزاوية هاذا ايش ثيتا يعني هاي تكملت الخط زي كنا بخط واحد اذا الزاوية هاي ثيتا تكون هاي ثيتا فقط عملنا لها ايش ترانسليشن نقلناها يعني فسمناها الآن ايش ثيتا عشان اللي مش عارف شو اللي سوينا فالآن انتوا في عندكم فورس اثرنا فيها بهذا الاتجاه بتميل بزاوية ثيتا والمشكلة انا متأكد عند المعظم في موضوع الزاوية فالآن بتميل بزاوية ثيتا ومشت مسافة ايش دي فكيف بدنا نحسب الفورس بنصير او عفونا الورك الورك بتساوي F D كوساين ثيتا تمام لانه لاحظة انا بدي ارجع الزاوية بتصير على الافقي يعني بنواخذ الاسقاط تبعها الافقي تمام الكمبوننت الافقية يعني انا بهمني الكمبوننت هذا فشو الزاوية اللي عندي كوساين طب بتصير عندنا الاف كقيمة في الدي كقيمة في كوساين هاي الزاوية مثل ما هي وهي هيك نحل السؤال طبعا هو طلب مننا النت فورس والغرافتيشن الفورس هذا كله احنا بنعرفه ما فيش داعن حلو الآن في عنا كمان سؤال في عنا كمان سؤال هذا السؤال زي ما انتو بتعرفوه مر علينا زي هيك سؤال قبل يعني وحكينا عنه اذا كان في عنا الايه يا تيك العافي ديكتور اهلا عندك سؤال اسألي اهلا طيب ليه اعطانا اياها بتساوي ثري اي ماينس تو ج اعطانا البي بتساوي فور اي ماينس فور ج واعطانا الان بده نوجد اعطانا الان طبعا احنا لما يجينا سؤال زي هيك اخذنا احنا سؤال بهذا الشكل بس كيعني مراجعة سريع على هذا الموضوع كيف بدنا نحسب او خلينا نحكي الانجل بتوين تو فيكتورز اعطتكو انا مرة هومورك حكتلكو اذا بتقدروا انكو توجدوا الزاوي بالطريقة التقليدية او الطريقة لكل واحد يفكر فيها في بعض الطلاب حكول احنا سهل بنمسك مثلا الفكتور اي بنصير نحكي هاي الفكتور اي جاي ع ثلاثة هاي ثري وعلى ماينس تو وبنوجد ايش الريزلطان تبعتهم اللي جاي اللي هو من الفكتور اي وبعدين بنروح بنوجد لمين لا مثلا فرضنا البي البي جاي على فور وماينس فور وهاي ايش الفكتور تبعه مثلا فمنوجد الزاوية الاولى والزاوية الثانية بنقدر نوجد الزاوية لبين هذول وبعدها تمام يعني بنحدد الزاوية بنسبة لل اكس وبنقدر نوجدها هاي الطريقة التقليدية اللي احنا بنعرفها وحكتلكو هاي الطريقة ممكن تكون كويسة لكن ممكن يكون فيها خربطة فحاول اوجدوها انتو يعني طيب طبعا هو اعطانا الآن مجموعة فيكتورس انا بدي احل واحد منهم ماشي انه كل مرة الاي مختلف انه هاي اي وهاي بي ماشي هاي اي وهاي بي فالآن بدكو توجدوا كم الزاوية بينهم. بس هو شو حكى لنا يوزة ديفينيشن اوف سكيلر برودكت الآن طبعا احنا بالنسبة لنا مش رح يأثر اذا كان السؤال ملتبل تشويس لكن في حال كان عنا اشي في حال كان في عنا اشي ما اشي شو بدنا نساوي او سؤال يعني حل بدنا نحاول نحلوه. طيب نرجع مرة ثانية الآن في عنا تو فيكتورس احنا اذا بتتذكروا حكينا اي دوت بي بتساوي الماغنيت يود لا اي في الماغنيت يود لا بي في كو ساين الزاوي بينهم. تمام اذا هذا هو الديفينيشن تبعنا فانا بدي احل الاولى بس وانتو تجدوا تكملوا الباقي يعني مش صعب الموضوع فالآن لاحظوا لو بدي انا اوجد الاي دوت بي. احنا بنعرف انه اي دوت بي ايكول بنضرب دايما الاي بالاي بلاس ودايما بينهم بلاس الجي في الجي يعني لاحظوا ثلاثة في اربعة زائد طبعا اي في اي خلاص راحة طلعوا دايما بحط زائد بينهم ماينس تو في ماينس فور الماينس بدخل في القوس مش برا القوس طيب فالآن شو بتوصي عندي الجواب الرقم اللي بيطلع عندنا هانا مش مشكلة تمام. فالآن هاي طلعنا قيمة مين اللي هو الاي دوت بي. الآن بنطلع الاي كماغنيتود لحالها كم بتساوي اللي هي عبارة عن السكوير روت اوف ثلاثة تربيع زائد ناقص اثنين ايش تربيع وبطلع عندنا رقم. بعدين بنروح على البي لسكوير روت اوف اربعة تربيع زائد اربعة تربيع طبعا او ناقص اربعة ماينس فور سكوير مش رح تأثر لانه التربية رح يشيل ايش؟ الماينس فبطلع عندنا برضو كمان رقم. إذن هاي طلعنا احنا اللي هي هذا الجزء وطلعنا هذا الجزء او جزئين الثانيات بضلع عندنا الكوساين فالآن الكوساين كيف بنعبر عنه؟ هو عبارة عن اي دوت بي على الماغنيتود للا اي فالماغنيتود للمين؟ للبي لاحظوا الاي دوت بي هايها معي هاي القيمة تبعتها طيب والاي دوت بي الاي كماغنيتود وهي البي كماغنيتود فالآن بنعوضهم كلهم بطلع معنا الآن رقم فالآن الثيتا بتساوي الكوساين انفرس لهذا الرقم وبطلع معنا كمزاوية. لكن انتبهوا لما تشتغلوا في الكالكوليتر انها تكون بلايش بنظام الدقري تمام يعني الآن انا بدي ارجع وارجيكم موضوع الكالكوليتر في موضوع الدقري لازم يكون في فوق عندكو حرف دي فارجعوا يحضروه مرة ثانية طيب نشوف السؤال اللي بعده هذا سؤال اخذنا زيه السؤال طلب منا الورك فروم اكس ايكوال زيرو تو اكس ايكوال ايت يعني من اكس ايكوال زيرو لعند اكس ايكوال ايت فأكيد بنوجد احنا الارية اندر ايش كيرف اللي هي هاي الارية شو بتمثل هاي الارية هذا مثلث فمباشرة الارية بتمثل ون هاف في القاعدة اللي عنا اللي هي الات وانتبهوا على وحدة القياس انه تكون ايش صحيحة يعني مش تكون بالملي ولا بغيره طيب والارتفاع عنا اللي هو سيكس وخلص هي خلصنا بيطلع معنا الجواب الفرع بي بده الان من وين لوين طبعا هذا الورك الاول بعدين الفرع بي بده من اكس ايكوال ايت لا اكس ايكوال تن اللي هي المنطقة هاذ ولاحظوا انه الورك ايش رح يكون في هذا الحالة الورك رح يكون سالب ليش رح يكون سالب لانه جاي تحت فالورك بيساوي اف او الارية اندركير لانه احنا بنعرف ان الورك ممكن يوقف قيمة موجبة وقيمة ايش سالبة فالقيمة هاي كم طولها اثنين اذن ون هاف في اثنين في كم القيمة لهذا اللي عندي الآن نلاحظ انها ماينوس ثري عشانك بيطلع الورك عنا ايش سالب طب هاي طلعناها الان بده توتال وورك يعني من زيرو لتن فبنحكي هاذ زائد هاذ هاذ بوزاتف وهاذ ايش نيغاتف بس مش اكثر من هيك وحليني سؤال زي هيك السؤال هذا نفس الطريقة الان في عنا كم ايريا بنقدر نقسمها لثلاثة ايريا او ثلاثة ايريا زهي واحد بعدين هاي في عنا اثنين وفي عنا بعدين ايش ثلاثة اي بنوجود كل واحد لحال ما بده ايش وحليني زيه الان في عنا كمان سؤال اللي هو سؤال 29 بحكي لنا الاف ايكول فور اكس اي بلاس ثري واي جي هيعطانا الفورس لاحظوا ان الفورس هاذي مش كونسنت هاذي الفورس مش كونسنت ليش مش كونسنت لانه هاذي الفورس بتغير بناءا على البوزشن لاحظوا انها از افانكشن افوزشن يعني فيها اكس وفيها واي وير اف از ان نيوتن از ان نيوتن ان اكس واي ار ان ميترز اكت ان ان اوبجيكت از شون او از the object move in the x direction اذا الوبجيكت وين بتحرك في ال اكس دريكشن هاي حركة الوبجيكت مش الفورس الوبجيكت بتحرك تمام from the origin اذا من وين بدأ حركته من الزيرو لحد ماوصل لعند اكس ايكول كام فايف اذا from اكس ايكول زيرو لا اكس ايكول فايف فايند وورك شو السؤال طلب مننا الورك ماشي فالان لاحظوا انه هاي الفورس مش كونسنت ما بنفعني جي نحكي اف في مثلا دلتا ار او دلتا اكس ما بصير هذا فقط بنستخدمه في حال كنا نتعامل بكونسنت فورس اذا اذا شفنا الفورس بيعتمد على الحركة بنروح شو نساوي الان بدنا نروح نوجد اللي هو التكامل بنروح نوجد ايش الان التكامل فكيف بدنا نحل هذا السؤال مباشرة بنروح بنكتب علاقة التكامل والسؤال عطاكي اياه اصلا جاهزي يعني عشان ما حدا فيكو ايش يضيع فيها فبنروح الان بمسك السؤال بنصير نحكي الان في عندنا الورك بساوي التكامل من النقطة الانيشيال للنقطة الايش الفاينل للأف اللي هي هذه الفورس في دي اس شو دي اس او دي ار خلينا نسميها اللي هو اتجاه الحركة يلا نبدأ نعوض فيها من وين بدنا نكامل من صفر لانه احنا الاس كانت صفر وين وصلت الاس خمسة الفونكشن فور اكس صح باتجاه الاي بلس ثري واي باتجاه الايش الجي بدي اعملهم دوت برودكت مع مين مع الديستنس احنا مع وين متحرك مع اي اكسز مع الايهات مع الايهات فالان لاحظوا كيف راح يصير الشكل عندي بنكتب الان هاذ بصير اسمها دي اكس لانه احنا في عندنا دي ار هي عبارة عن دي اكس و دي واي فادي ار احنا بالنسبة لنا اتجاه الحركة دبطل اسمها اخلي ما بدأ اخلي اسمها دي ار اخلي اسمها دي اكس وين اتجاهها باتجاه الاي فدي اكس باتجاه الاي زي كان هيك ده اسويها وهي دوت برودكت بينهم الان لما نعمل دوت برودكت بدي اوزع هذا على الجهتين الاشي اللي راح يضل عندي من صفر لخمسة اربعة اكس اي دوت اي راحت ودي اكس ظلت عندي بهذا الشكل طيب الان لما اجي اضرب الاي بالجه صفرت اذا هذا راح تصفر بطلت موجودة اذا هاي التكامل اللي صفة عندي مش اكثر من هيك اللي ما بيعرف يوجد التكامل على الكالكوليتر بتحطوها بطلع معاكم الجواب جاهز فتكاملها سهل ما بدو اشي بصير عنا ايش تكامل الاربعة اكس هي عبارة عن اربعة اكس تربيع على اثنين بنكاملها من صفر لخمسة وبطلع الجواب بعد ما اخلص وانهي من هذا الموضوع تقريبا خمسين جول وهيك انتهى السؤال ما بدنا اكثر من هيك اللي عندي سؤال بقدر يسال في عنا كمان سؤال بحكي لنا الان في عنا فلاستي مقدارها كم هاي القيمة هاي الفي بتساوي 6i-2j طبعا هذول الارقام اللي جايين بعد الفاصل فقط هاي كديجيتس عشان التأكل بنسميه significant figures بحكي لنا what is the kinetic energy at the moment بدنا ايش الكاناتيك انيرجي تمام كيف بدنا نحسب الكاناتيك انيرجي احنا بنعرف الكاناتيك انيرجي بتساوي 1.5mv squared طيب كيف بدنا نحسب الv squared الان في هذا الحالة هي عبارة عن v dot product lamin للv هاي هي الفكرة في السؤال برضو مش اكثر من هيك فالv dot v هي عبارة عن 6 ضرب 6 plus minus 2 times minus 2 يعني زي كنا ضربناهم في بعض تمام فبطلع عنا هاي 36 وهذا بطلع عنا plus 4 بطلع الجواب كام 40 فالان هيطلعنا ال v اذا one half في الماس 3 في ايش في 40 وبطلع عنا الجواب هاي الفكرة في السؤال طيب بيحكي لنا what is the net force act on the object ماشي الان هذا السؤال بنفس الطريقة بيحكي عن net force انا كانت الفكرة في السؤال اللي بيحكي عنها اللي هي هذا هذا الموضوع موضوع اللي هو v squared من وين بيجي فالباقي حلينا زي طيب نشوف كمان سؤال بيحكي لنا 6 kg أو 0.6 kg mass أو particle has a speed of 2 meter per second at point A and kinetic energy of 7.5 joule at point B what is what is A it's kinetic energy it's speed at C بعدين اللي هو النقاط كامل خلانا اتأكد من السؤال انه في رسم المفروض تكون معه سؤال 33 السؤال 42 السؤال القبل زي ما حكينا هو فكرته عبارة عن كي بتساوي 1 half mv squared والv بتساوي 2 k over m بس والباقي سؤال المباشر أما النقاط المفروض هذا احنا مش نبين في السؤال طيب الان سؤال 42 بحكي لنا 400 newton child is swinging that is attached to a bear of rub اللي هو الحبل يعني 2 meter long find the gravitational potential of the child of the يعني child earth system relative to the child lowest point when when a the rub are horizontal the rub make 30 angle with the vertical بعدين add the bottom الآن تخيلوا في عنا طفل بتحرك بهذا الشكل الآن في حبلين هاي الطفل الآن وبتحرك رايح جاي بهذا الشكل بحكينا الآن هو وصل منطقة كانت الحركة زي هيك تقريبا horizontal بهذا الشكل اللي هو a الحبل إيش كان في هذا الحال horizontal هذا a بعدين صنع زاوية 30 درجة مع vertical هاي vertical بعدين بحكي لنا إنه وين صار في البتم إذن هاي b وهذا إيش c طبعا إحنا برضو أخذنا زي هيك لكن برضو خلينا نعيد النقطة هاد ونشوف كيف بدنا نحسب البوتينشل إنيرجي لهذا الشخص أو لهذا الطفل عند كل نقطة من هاي النقطة عند النقطة إيه الآن إحنا دايما في البوتينشل إنيرجي بنحسب إيشي بنسمي الريفرنس بوينت بالنسبة لنا وين الريفرنس بوينت تبعتنا الريفرنس بوينت تبعتنا هي عبارة عن خلينا نحكي النقطة اللي بدأ الجسم عندها بالإيش بالحركة مثلا أو اللي كان بالأصل فيها موجود يعني فبنقدر نعتبر إنه هذه الريفرنس بوينت تبعتنا فاليو عندها شو بنعتبره بتساوي أو الارتفاع خلينا نحكي إتش كم بتساوي في هذا الحالة زيرو فالآن كم الارتفاع في هاي المنطقة رح يكون إتش شو بتساوي طبعا أعطانا طول الحبل كم قيمته تو ميتر خلينا نسميها آر عشان نوخذها إن جنرال فإذا كانت هذه آر دا تكون برضو هذه آر إذن الارتفاع المرة هذي كم بساوي آر فإذن البوتنشل انيرجي في هذا الحالة اليو جي بساوي أم في جي في إتش كم قيمة الأم اللي هي أربعمية نيوتن طبعا الام في جي أربعمية نيوتن كاملة في الاتش كم قيمة هاتش إذن بتصفي عندي ام في جي في المسافة هذي إيش آر حيطلعنا إيه إذا مفهومة تمام إذا مش مفهومة يحكوا لي شو اللي صار إذا مش مفهوم يسألوني يعني مرة ثانية إحنا الآن الجسم هذا وصل أعلى ارتفاع فعندي النقطة هذه كم بعده عن الأرض أو كم بعده عن بداية الحركة كان قيمة الار فإذن هاي قيمة إيش اللي هو اليو أو البوتنشل الانيرجي عند النقطة خلينا نحكي إيه عند النقطة بي كيف بدأ نحل هذا السؤال عند النقطة بي من نشوف كم قيمة الارتفاع كانت من نشوف كم قيمة الارتفاع فإذا كانت هذا صفر أنا بهمني هذه المسافة الآن مش أحنا بنعتبر لو كان في جسم على الطاولة بنشوف كم ارتفاعه عن هذا الطاولة نفس الإشاء بالنسبة لهذا الجسم بنشوف كم ارتفاعه في الحالة الأولى زي كأنه كان الجسم ارتفاعه أعلى مكان اللي هي إيه الآن صار ارتفاعه في هذه المنطقة بنشوف كم ارتفاعه بعدين الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي سي صار على الطاولة فإذا سي مبين أنه كم رح يكون جوابه صفر إذن ارتفاعه عن الطاولة صفر فإذا M في G في H ضل هاي القيمة بنحسب هاي المسافة كم لانه هي ما بتهمني هاي المسافة انا بتهمني هاي المسافة لكننا نطلح منها R طيب كيفنا نحسب هذا المسافة بسيطة نصير نحكي فيه عندنا مثلث انا ما بعرف هذا الضلع كم طوله فالان بروح شو بساوي بروح بحكي هاي عندي R وعندي هنا ايش الارتفاع هذا بتعامل الان في واحد من الزوايا يكون فيه وتر وفيه مجاور ايش فيه عندنا ايش فيه وتر وفيه مجاور او بطريقة ثانية بعمل اسقاط لهذا الضلع اللي عندي هذا الضلع الموجود بعمله اسقاط على هاد فشو بصير عندي بصير فيه عندنا كوساين تمام فاذا مباشرة هيك ببين معنا كوساين فيتا بساوي اللي هو ايش بساوي نسمي هذا الطول مثلا X المجاور X على ايش على R منها X شو بتساوي R كوساين فيتا او مباشرة زي ما حقيت لكم R كوساين فيتا وخلصنا اذا هاد القيمة كم بتساوي الان عندي R كوساين فيتا طيب انا ما بدي هذا الضلع او ما بدي هذا الطول انا بدي هذا الطول اذا كل هاد R وكل هاد R كوساين فيتا كم بتصفي هاد بتصفي عبارة عن R هذا القيمة ناقص R كوساين فيتا فاذا نقدر نكتبها على شكل R ب 1 ماينس كوساين فيتا فبنحكي الان هذا قيمة الارتفاع اذا ال-U لل-G عند هاي النقطة M في G في H كم قيمة ال-H الان عندي ال-H الجديدة اللي هي عبارة عن R ب 1 ماينس كوساين فيتا هاي عندي النقطة B طيب عندي النقطة C ال-U G كم بتساوي صفر خلصنا واضح الفكرة اذا الفكرة كانت في موضوع انه نختار الارتفاع اللي بدنا اياه ما بيهمني التراك بيهمنا الارتفاع لانه طلب potential energy بس طيب سؤال زي هذا بيحكي لنا عن conservation energy وبرضو في هذا الحالة ما في عنا اشي هو كل موضوع عنا عبارة عن انه نحسب الفورس اللي بتأثر طبعا اعطانا هو ايش النقطة اللي تحرك منها من O ل C فالآن بيحكي لنا انه الجسم تحرك لحد ما وصل لنقطة 5 و 5 وعطانا الماس هاي الماس لهذا الجسم تمام وحكي لنا الآن انه يتحرك هذا الجسم بهذا الاتجاه ماشي بحكي لنا calculate the working done by gravitational force بدنا الwork done by ايش gravitational force على اساس انه ايش ماشي انه gravitational force دايما في negative طلعا شو حكو لنا هاي one gravitational force on the object the gravitational force acting on the negative y direction اذا دايما لغرافتيشن بنانا على هذا السؤال لا تكون لتحت اللي هي M في G اذا اعتبرنا انه في عنا M في G فالآن لاحظوا في الحالة الاولى اللي هو التراك الاول من اول ايه الM في G لتحت والحركة في هذا الاتجاه كم مقدار الwork عليها zero ليش لانو نعرف الwork بساوي F هاي الفورصة تحت والحركة بهذا الاتجاه D cosine theta كم الزاوي 90 اذا صفرت اللي بعدها الwork بساوي F في D اللي هي 5 اللي هي كم 5 cosine theta كم الزاوي بينهم الحركة بهذا الاتجاه والفورص بهذا الاتجاه 180 درجة اذا سالب 1 إذن بطلع الwork سالب التوتل شو بدي يطلع في هذا الحال سالب M في G في H أو في D الآن في هذا الحال اللي عنا نفس الحال الأولى نفس الاشي الحال المائلة هاذ احنا بنعرف انه بما انه مربع الزاوي هاي كان بتكون 45 درجة فبنقدر نحللها لأكس ولا واي فرح ترجع نفس الحالتين اللي عنا فبنقدر نحكي عن هذا عن هذا الجسم أو هذا الباث conservative مرة ثانية انا شو اللي سويته بشكل سريع عشان اللي ما فهم شو عملت احنا في عنا جسم بيأثر عليه دايما M في جيل الأسفل اتحرك بهذا الاتجاه كم مقدار الwork زيرو لأنه 90 درجة طيب بعدين خلنا يتحرك بهذا الاتجاه لفوق كم مقدار الwork بيكون negative طيب الآن بدنا نأخذ اتراك ثاني لو خلنا يتحرك أول إشي لفوق نفس الإشي negative بعدين خلنا يتحرك بهذا الاتجاه شو بيكون زيرو إذن مجموعة الحركتين هذول هذي زيرو زائد اللي هو النغاتف اللي عندي هذي negative زائد الزيرو خلص انتهت بظل عندي اللي هو الزاوية هذ هذي الزاوية كيف بنحلها؟ بنحللها لما نحللها مباشرة بيطلع معنا إيش اللي هم هذول الاثنين هذ وهذ فبيطلع نفس الإشي في النهاية واضح الفكرة فهو السؤال بيسألنا عن كل واحد من الخطوط كم مقدار الورك بس السؤال هذا سؤال 47 ماشي بيحكي لنا الآن هذا السؤال أتوقع هذا لسه دائل بعضكم السؤال السؤال بيحكي لنا الpotential energy of a system of two particles separated by distance r أعطانا كم قيمة U of r equal a على r فالآن إذا كان في عندنا الآن potential هل بنقدر نحسب من خلاله الفورس نعم كيف بنحسب الفورس إحنا بنعرف أنه الفورس زي ما تعلمنا وحكينا عنها هي عبارة عن minus du by dr هذا احفظوها هذا علاقة إذا كان عندكو potential energy بنقدر منها نحصل على إيش على الفورس فالآن شو بنساوي بنجي نشتاقها بنجي ايش بنساوي بنشتاقها فكام كيف ننشتاقها بنصير بنحكي هي عبارة عن minus du شو اليو potential energy اللي عندي potential energy أول شي طلعه ال a بره ال a ما لها دخل في الموضوع اللي هي عبارة عن constant بس لو خليتوها مش هتأثر ال d لل u اللي هي عبارة عن a على ال r اشتاقوا يعني هذا بالنسبة لمن بالنسبة ال r يلا شو مشتاقتها هذا هذي عبارة عن minus a على ال r squared وفيه minus من أول يعني لو سميتو مثلا فرضنا الفنكشن هذا ال u عشان تفهموها كيف أجت برضو ال u بتساوي a على r d u by dr شو بتساوي minus a على r squared واضربوا هاي في minus بتصير هذا ايش positive هاي القيمة بس مش أكثر من هيك واضح الفكرة بعدين من نعوض إذا في عندنا نوقات بنعوض عندها السؤال اللي بعده خمسين نفس السؤال اللي أخذنا أول أعطانا force وطلب مننا ايش اللي هو ال work طبعا بما أن force باعتمد على position إذن برضو integration فهذا انتو حاولوا حلو يعني نفس اللي حلناه قبل شوية بالضبط ما في أي اختلاف طيب نشوف الآن هذا الأسئلة اللي في chapter 8 هاي chapter 8 السؤال شو بحكي لنا بحكي لنا السؤال في عنا جسم رميناه من ارتفاع H على زنبرك والآن هذا الزنبرك انضغط بمسافة مقدارها كام 0.1 متر السؤال بحكي لنا طبعا هاي block of mass 0.25 kilogram is placed on top of a light vertical spring of طبعا of force constant of 5000 newton per meter هاي اللي هي الك هاي شو force constant اللي هي الك and push down until it stopped by 0.1 meter after the block is released from rest إذن بدأ من وين من v initial equal zero what is the maximum height above the point of release does it rise الآن بعد ما طلع للأعلى بعد ما انه نخفض لآخر نقطة ماشي لوين رح يرتفع في هذا الحالة ف السؤال برضو ما بدو اشي سؤال مباشر كل ما علي اعوض في العلاقات اللي عندي احنا بنعرف الآن انه هذا الجسم الآن شو بدو ساوي بدو يعني خلينا نحكي نوجد الاتش نوجد الاتش عشان يضغطوا ما هي نفس الاشي يعني الآن إذا الجسم طلع لوين بدو يطلع بدو يطلع على نفس الارتفاع اللي بدأ منه مدام فشل احتكاك فأنا ما في داعي أروح أوجد لوين بدو يطلع ببدا من البداية عند الوين أو عند الوين الانيشيل كم الكنتك انيرجي كانت زيرو هاي انيشيل البوتنشال انيرجي M في جي في اتش في غير هيك طبعا هاي بالنسبة للغرافتي واليو بالنسبة للسبرينج كم كانت زيرو ما كان في عنا سبرينج في هذا الحال هاي كلها انيشيل طيب عندي الفاينل شو نقاط الآن بحاجتها عند الكنتك كان زيرو لانو حكا لنا نوصل الماكسيمم كومبريشن يعني نوصل زيرو طيب اليو كم يساوي الآن لاحظ وصل اخفض منطقة اللي هي اصلا احنا قصنا من خلال الارتفاع فبنعتبرها زيرو طيب اليو للسبرينج الآن الزنبرك مضغوط بمسافة كم مقدارها لو فرضنا هاي المسافة مثلا بمقدارها دي بتصير ون هاف كي دي سكويرد الي هي كم مقدارها او بوينت ون طيب مباشرة بنصير نحكي دلتا كي بلس دلتا يو سبرينج بلس دلتا يو جرافتي بتساوي ماينس فك في دي بلس الورك أبلايت هل في عنا اي وورك أبلايت فش هل في احتكاك مافي الآن الصفة اللي عندي كي الاسبرينج كم قيمته اللي هو يو سبرينج فاينل ناقص يو سبرينج انيشيال بلس يو جرافتي فاينل ناقص يو جرافتي ايش انيشيال كلها بدوا ساوي زيرو طيب بعد هيك نيجي نحكي اليو اس انيشيال زيرو واليو جي فاينل هاي كلهم هذول في الفاينل وذول كلهم في الانيشيال اليو جي فاينل كم بتساوي زيرو فالان صفة عندي يو اس فاينل اللي هي وان هاف كي دي سكويرد الآن ماينس زيرو بلس زيرو ماينس يو جي انيشيال كم قيمته اليو جي انيشيال ام في جي في اتش ايكول زيرو منها الاتش شو بتساوي بدنا نودي هذا على الجهة الثانية فبتصير بوزيتف بصير لعنا وان هاف كي دي سكويرد وبقسم على ايش على الام في الجي المفروض بكون بهذا الشكل بنقدر نزل النوصلة تحت بتصير بهذا الشكل اذا هاي الجواب اللي طلع معي تمام طبقوا فيها بيطلع معكم الجواب بشكل مباشر الآن في عنا كمان سؤال شبيه في هذا السؤال بيحكي لنا في عنا مدفع هذا المدفع تم ضرب جسم بحيث انه تم ضربه بجهتين يعني او بزاويتين الزاوية الاولى كانت بهذا الشكل وبدنا نشوف هذا الجسم وين بديووصل الماكسيموم هايت وبعدين ميلنا المدفع بهذا الاتجاه وضربناه الآن بحيث انه هاي القذيفة بديو توصل الماكسيموم هايت بدنا نشوف شو الفرق بين التو معسز في كل واحد او بين التو خلينا نحكي object كلهم طبعا انطلقوا بنفس الـ هاي الـ اللي انطلقوا فيها ماشي الاول انطلق vertical الثاني انطلق بزاوية كم مقدارها 37 with horizontal تمام الآن كيف بدنا نحل هذا السؤال اول اشي بدنا نعرف احنا خلينا نحله بشكل عام احنا ما بنحل سؤال مقذفات احنا شو بدنا نوجد الآن هاي نعتبر هذا في انيشيل او نعتبر هذا الانيشيل وهي شو نعتبرها الفاينل هاي كل اللي علي اسوي احنا نعرف احنا نعرف هاي نعرف احنا نعرف هاي نعرف حلول يعني فبتصير هاي اسمها في ساين ثيتا إذن صار اسمها في إيش ساين ثيتا وهاي طبعا في كو ساين ثيتا ما بتهمني هاي ما بتهمني أنا بهمني هذا إذن في إنيشيال خلينا نحكي في هذا الحالة بتساوي في ساين إيش ثيتا وعند الماكسيمم كمل في بتساوي صفر طبعا بالحالتين تمام الآن لو اعتبرنا المنطقة هاذ الرفرنس تبعنا دائما احنا لما نيجي نشتغل في أي سؤال لازم نعتبر احنا بالنسبة لنا منطقة معينة هي الرفرنس فلو اعتبرنا هذا الرفرنس تبعنا نعتبر هذا في إنيشيال طبعا نعتبر الـ H equal 0 وهذا شو نعتبره لارتفاع H يعني نعتبر الآن لارتفاع في عنا في هاي المنطقة 0 وهذه كم نعتبرها H فالآن بدنا نشوف إحنا كم مقدار الـ H بدنا نشوف كم مقدار الـ H فبنصير نحكي هاي المدفع عند النقطة هاذ وعند الإيش الماكسيمم بدنا نحسب الشغلات اللي عندنا طبعا في عندنا طاقة حركية نعم كانت energy كانت 0 لأنه الآن وصل الماكسيمم في هاي المنطقة والpotential energy بتساوي M في G في H في الحالة هاذ في البداية لكانتك أنه إنيشيال كانت تتساوي 1.5 M V squared طبعا هذو الفاينل والpotential energy U initial كانت تتساوي 0 لأنه بدأ من وين الحركة من ارتفاع 0 تمام طيب الآن بنصير نحكي طبعا الـ V انتبه هنا شو بتساوي الـ V هي عبارة عن V initial في إيش cosine عفوا sine إيش theta هذا الـ V اللي عندنا اللي هي V initial sine theta الـ V initial اللي هي هذا الـ V طيب الآن شو بنا روح نساوي بنصير نحكي delta K plus delta U بتساوي طبعا بلس هاي graffiti delta K plus delta U spring أو graffiti plus delta U spring equal ناقص FK في D plus work applied الwork applied 0 أي إشي احتكاك مش مطلوب منه ما بنخليه spring ما في عنا في النظام spring صف هذو الاثنين اللي حالهم delta K اللي هي عبارة عن K final ناقص K initial plus U final ناقص U initial شو بلتساوي 0 فالآن بنصير نحكي K final لاحظوا أنها 0 U final M في جي في H موجودة طيب K initial K initial U initial 0 هي صفتها إذن minus K initial كم قيمتها حكينا 1 half MV squared plus V أو U final كم قيمتها U final M في جي في H كلها بدو ساوي 0 إحنا اللي بدنا إياها الـ H منها الـ H شو بتساوي هي عبارة عن 1 half MV squared طبعا الـ M مع الـ M بتروح إذن 1 half إذن V squared على 2 في جي تمام لاحظوا أنه الآن هاي الـ V squared إيش هي الـ V squared هايها V squared على 2 في جي لاحظوا أنه الـ V squared هاذ أو الـ V هي عبارة عن V initial sine theta على 2 في جي وبتشبه المعادلة اللي إحنا أخذناها إذا بتتذكره تبعت الماكسيموم هايات في الـ H في الـ Projectile Motion فالآن كل ما علي أعوض فيها إذا كان عمودي كم بنعوض الساين 90 درجة لما سيت 90 درجة صارت هذي واحد فصفت V squared ماشي على إيش على 2G لما نعوض اللي هي 37 بنعوضها 37 إذن هاي صارت جنرل إيش صارت المعادلة هاذ إن جنرل واضح الفكرة نشوف السؤال اللي بعده هذا السؤال حلينا زيه نفس الفكرة ماشي بس كان في نقطة بدي أحكيها إنه لما يكون عنا 2System نشتغل في كانت يكو potential energy لل2System أحسن ما بنحاول نشتغل فيهم كتنشن طريقة أسهل يعني لقيت طريقة هذي أسهل في الحل يعني كيف بدنا نسوي هذا السؤال يعني أنا الآن عندي 2System عشان ما نرجع نحل سؤال يكون في تنشن ونوجد الأكسلاريشن زي ما أنا حكيت لكم نوجد أكسلاريشن وغيره ما في داع لهذا الكلام شو بروح نساوي بنوجد السيستم الأول وسيستم الثاني يعني مثلا بنيجي نحكي على السيستم الأول شو في إلو في إلو في البداية كانتك انيشيل ويو انيشيل للجسم الأول وإلو كانتك ون فاينل ويو ون فاينل والجسم الأول هذا أو الجسم الثاني عندنا عنده كانتك تو انيشيل ويو تو انيشيل حسنا بنكتبهم وعند موصل هذا الارتفاع بصير إلو كانتك تو فاينل واليو تو فاينل فبننعب بهذه المعلومات اللي عندي في البداية بحكي لنا إنه الجسم بدأ من وين من ستارت فروم رست ستارت فروم رست هاي حكي لنا ريليزد ريليزد معناها إنه تم تركه يعني بدأ بحيث إنه انترك من إيش السكون إذن كانتك انيشيل كانت زيره وبرضه هذا كانت زيره لأنه الثنين بدأوا من السكون طيب بعدين هذا كم كان البوتنشال انيرجي تابعه كان إلو ارتفاع مقداره إذن م في جي في إتش م ون طبعا لن نتعامل مع الماس الأولى طيب عندما وصل هذا صارت البوتنشال انيرجي إلو زيره وطبعا إحنا بنعرف الجسم هذا البوتنشال انيرجي إلو إيش زيره لأنه كان من المكان هذا لكن في إلو سرعة كم مقدارها وان هاف ام وان في سكوارد وهذا كم سؤال عفوا البوتنشال انيرجي وهذا كم البوتنشال انيرجي تابعته وان هاف ام تو في سكوارد والبوتنشال انيرجي تابعه ام تو في جي في اتش بس مش أكثر من هيك فالآن بشتغل على التو ابجيكتس مع بعض دلتا ك للأول زائد دلتا ك للثاني زائد دلتا يو الآن مش عنا سبرينج نقيم غرافتي للأول بلس دلتا يو غرافتي للثاني زائد علتا يو سبرينج للأول زائد علتا يو سبرينج للثاني بتساوي ماينوس له الاف كي في دي للأول إذا فيه زائد للثاني زائد الوارك عبلاي برضو لأول أو للثاني هذا الكل من خلز صفر تمام وهذا كله إيش صفر مش عنا سبرينج فالآن كل هذا إيش رح يصير رح يصير كله أصفر فالآن بناء عليها هذا كله إيش رح يسوي في النهاية صفر فبنيجي نعوض دلتة كي للأول كي واحد فاينل ناقص كي واحد إنيشيال بلس كي تو فاينل ناقص كي تو إنيشيال بلس يو جي ون فاينل ناقص يو جي تو إنيشي عفوا نيو جي ون إنيشيال بلس يو جي تو فاينل ناقص يو جي تو إنيشيال كلها بدأت ساوي صفر الآن أي إيش الأصفار بنعوضوا أصفار بنعوض قيمهم وبنحسب كم قيمة الفي عند إيش السؤال طلب مننا الفي كم بتساوي بنحسبها فبطلع معنا السؤال مباشر حلو لكن احنا أخذنا تو أبجيكتس مع بعض هاي هي الفكرة في السؤال طيب الآن في سؤال 12 السؤال مباشر برضو سؤال 12 يعني مش بحاجة للحل ماشي يعني أتوقع أنه احنا أخذنا زيه نفس الفكرة ماشي فهذا السؤال تقدروا تحلوه لحالكو يعني لهو جسم بتحرك على سطح ماشي وبنحسب كامل كامل الهوكي أو كامل ماشي يعني في عنا قطعة من الجليد ماشي خليني حكي زي كأنها مش معروفة الدي مش معروفة بالنسبة لنا لحد ما يوصل عند النقطة هذه اللي هي الفي فاينل اللي كان بتساوي عندها زيرو فلاحظوا الآن ما في عنا أي بوتنشال انيرجي صفة دلتا كي شو بتساوي ماينس فك في دي يعني الآن لو بنحل هذا السؤال دلتا كي لأنه جسم واحد بلس دلتا يو جرافتي بلس دلتا يو سبرينج بتساوي ماينس فك في دي زائد الورك أبلايت في عنا وورك أبلايت فيش فيش سبرينج فيش تغير في الارتفاع في عنا احتكاك لأنه حكا لنا احتكاك ماشي ويظل عنا كي فاينل ناقص كي إنيشيال بلس طبعا زيرو كلهم إيكوال ماينس فك فك اللي هي عبارة عن الميو كي في الان في الدي والان نعرف أنه عند أي نقطة الان م في جي وهي الان فهاي ممكن نبدلها في إيش بتصير م في جي فالسؤال بده إيش نحسب نحسب الديستنس هاي الديستنس فالكينتك فاينل بتساوي زيرو لأنه هيوقف فصفت عنا القيم الآن عبارة عن اللي هي ون هاف ام في سكويرد بنعوض بدل هاذ طبعا فيها ماينس بتروح الماينس مع الماينس فشو بصفي عنا الدي كيف نحسبها سؤال مباشر السؤال ها برضو إحنا وجدنا نفس السؤال حلنا يعني الآن دلتا كين بلس دلتا يو ساوي نص طبعا دلتا يو سبرينج نفس العلاقة كلهم تطبيق عليهم بشكل مباشر ماشي دلتا كين بلس دلتا يو غرافتي بلس دلتا يو سبرينج ماينس اف كي في دي بلس ورق أبلايد فش عنا اي اشي خارجي فش عنا احتكاك إذا السؤال ما حكي لنا في احتكاك بحكينا دا كوفيشن تفكرنا تكفريكشن لا فيه فريكشن أعطانا اياه الان فيه احتكاك ماشي حكي لنا في سبرينج نعم فيه سبرينج فيه تغير في ارتفاع فش فيه حركة المفروضة انه فيه فالآن بنطبق عليهم بشكل مباشر بحكي لنا بلوك ماشي بهذا الشكل بدأ من سكون وتحرك مسافة مقدارها اكس فالسؤال بحكي لنا بحكي لنا دا فاين ذا سبيد السؤال شو طلب مننا فاين ذا ايش ذي فاين الكم بتساوي واضح الفكرة كيف فمباشر يعني نوجد من خلال زي السؤال اللي قبل لكن نقام فيه عنا كمان ايش سبرينج فالسبرينج نعوض مكانه بون هاف كي سكوير هذا السؤال نفس السؤال اللي قبل في عنا تو ماسز فمباشر بمأنه عنا تو ماسز بوجد للأول كل شي لحاله وللثاني كل شي لحاله فبنصير نحكي الأول شو في عنا هاي الأول بدي أكتبه في هذا الجهة الأول بنيجي نحكي الكنتك انيشيال واليو انيشيال وطبعا لاحظوا انه ما في عنا ايش يو أصلا للأول وفي عنا ايش اللي هو السبرينج وما في عنا نظام السبرينج كله هذا منيحكي له كمان final اني نعطينا the coefficient friction between blocks and mass أو block and mass طيب اعطينا هذا system start from rest إذن initial zero والpotential energy تبعتنا zero لأنه ما تغير ارتفاعه what is the speed of the ball when it fall distance H إذن هاي نزلت مسافة H إذن هاي برضو تحركت مسافة H عند النقطة هاذ بدننشوف K final بتساوي one half M1 V squared واليو برضو zero الآن هذا بالنسبة لنا في عنا شغلتين في حركة وفي ارتفاع عندنا الكنتك initial كانت zero واليو initial كانت M في G في H الآن الكنتك طبعا M2 الكنتك 2 أو final في هذا الحال بتساوي one half M2 V squared واليو final بتساوي zero نفس الطريقة بالضبط بنعوض عليهم بحيث إنه delta K 1 plus delta K 2 plus delta U لاحظ في شن the spring plus graffiti للأول plus delta U graffiti للثاني equal minus FK في D plus work applied ما في work applied حتى لو في تنشن إحنا خلصنا من التنشن في هذا الموضوع عشان ما تروح توجدوا أشياء ثانية تمام بظل عنا إذا في friction ولا لا هي يعطانا في friction إذا هي zero وهي في friction في الموضوع بنعوض وبنوجد كم قيمة V final تعويض مباشر طيب الآن في عنا سؤال برضو نفس الطريقة جسم انطلق وبنوصل أعلى ارتفاع نفس الطريقة بنشوف كم الوضوع وكم الوضوع طبعا أقصى ارتفاع تكون عندنا الوضوع كم بتساوي zero وبناء على هذا الارتفاع اللي حلينا زيه هذا مقدار وح بنقدر نحسب اللي بدنا من خلال هذا السؤال يعني سؤال حلينا زيه سؤال 24 بيحكي لنا 1.5 كيلو جرام أوبجيكت هلد 1 2 point متر أبوف أريلاكس ماس طب برضو هذا السؤال نفس الأسئلة اللي حليناها برضو على سبرينج السؤال اللي أخذنا أول واحد قريب منه يعني مش يعني هاي دروب أوبجيكت انتو أسبرينج ماشي فالسؤال قريب منه اقرؤوه حلوه وما بدو اشي فهيك بنكون نحن خلصنا من هذا الأسئلة اللي أنا كن بدي حلوها الهدف انكو تحاولوا تحلوها ماشي الهدف انكو تحاولوا تحلوها وتكملوا في السؤال يعني هذا السؤال أو هذا السؤال تكملوا في الأسئلة وتشوفوا شو عندكو هيك بنكون نحن خلصنا حل المسائل هذة بكلها واللي عنده أي سؤال بقدر يسأل